الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين أما بعد فأتدارس معكم في هذا اليوم لقاءً جديداً من لقاءات الأيام الخالية نتدارس فيها سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لعله أن يقال لنا كلوا واشربوا هنيئاً لكم بما أسلفتم في الأيام الخالية وموقفنا ودرسنا في هذا اليوم عن يوم الهجرة ذلك اليوم العظيم الذي ترتجف فيه الأفئدة يطالب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبحث عنه قومه ليقتلوه فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن خرج معه أبو بكر الصديق يقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار فرفعت رأسي فإذا أنا بأقدام القوم فرأيت آثار المشركين فقلت يا رسول الله لو أن أحدهم طأطأ بصره أو أن أحدهم رفع بصره إلينا لرآنا ولو أن أحدهم رفع قدمه لنظر إلينا وأبصرنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر اسكت ما ظنك باثنين الله ثالثهما انظر إلى الطمأنينة انظر إلى الثقة في وعد الله عز وجل وفي نصره سبحانه وتعالى فما كان إلا أن كان يوم النصر ذلك اليوم يوم الهجرة قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فلما قدم نزل بأعلى المدينة في حي يقال لهم بن عمر بن عوف فأقام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم أسبوعين أربعة عشر ليلة ثم أرسل إلى ملائه بن النجار فجاءوا متقلدي السيوف يعلنون طاعتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنس كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته وأبو بكر ردفه وكان أبو بكر ومع النبي صلى الله عليه وسلم وكان بن النجار حول النبي صلى الله عليه وسلم حتى ألقى رحله بفناء الصحابي أبي أيوب رضي الله عنه وكان يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مرابض الغنم وكان ذلك منها فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بن النجار بعد أن سأل من هذه الأرض له فأخبره أنها لبن النجار فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثامنون بحائطكم هذا فقالوا لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله عز وجل رضي الله عنهم فكان في تلك الأرض قبور لبعض المشركين وفيها خرب وفيها أحوال تحتاج إلى من يصلحها فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت ثم أمر بالخراب فسويت وأمر بالنخل فقطع فصفوا النخل قبلة المسجد وجعلوا عضادتيه من الحجارة وكانوا ينقلون الصخر ويبنون المسجد وهم يرتجزون والنبي صلى الله عليه وسلم معهم وهم يقولون اللهم لا خير إلا خير الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها كانت تقول صنعت سفرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر حين أراد أن يهاجر إلى المدينة فلم نجد لسفرته ولا لسقائه ما نربطهما به فقلت لأبي أبي بكر والله ما أجد ما أربطه إلا نطاقي قال أبو بكر فشقيه إثنين ثم اربطيه اربطي بأحدهما السقاء الذي فيه الماء واربطي بالآخر السفرة التي فيها الأكل ففعلت فسميت من ذلك اليوم ذات النطاقين كان أهل الشام لما قدموا إلى مكة يقاتلون ابن الزبير كانوا يعيرونه بهذه الكلمة هي ابن ذات النطاقين وكانت أمه أسماء رضي الله عنها تقول له يا بني إنهم يعيرونك بالنطاقين وهل تدري من نطاقان أما أحدهما إنه نطاقي شققته نصفين فجعلت أحدهما لسقاء النبي صلى الله عليه وسلم والآخر لسفرته فكان أهل الشام إذا عيروا ابن الزبير بهذه العيارة يقول لهم إيهن والإله تلك شكاة ظاهر عنك عارها وبالتالي لم يكن من شأنهم أن ينكسوا من مكانته بهذه العيارة كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن الطيل الذي يوضع معه شيء من التبن وكان سقفه موضوعا من الجريد وكان عمده موضوعا من الخشب واستمر هكذا المسجد على بناء النبي صلى الله عليه وسلم في عهد أبي بكر وزاده عمر وبناه على بنيانه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بمثل البنيان وزاد فيه باللبن والجريد ووضع العمد من الخشب ثم لما جاء عثمان زاد فيه زيادة كثيرة وبنى جدار بالحجارة المنقوشة وجعل عمده من حجارة منقوشة وسقفه بأساجئ وكان من ما يتعلق بهذا أن عمار بن ياسر كان ينقل لبنتين كان الناس ينقلون لبنة لبنة كما يقول أبو سعيد وكان عمار ينقل لبنتين لبنتين فرأه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح عنه الغبار وقال له ويحو عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار فكان عمار يقول أعوذ بالله من الفتن أعوذ بالله من الفتن فهذا شيء مما يتعلق ببناء المسجد ولعلنا أيضا أن نكمل الحديث عنه في الحديث الذي يكون بعد هذا الفاصل حياكم الله بعد الفاصل لنتذاكر في شيء من بناء النبي صلى الله عليه وسلم مسجده بالمدينة وذكرت أن المسجد كان مسقوفا على جذوع من النخل وكان هناك جذع نخلة يقوم النبي صلى الله عليه وسلم يخطب عنده وكان هناك امرأة من الأنصار عندها غلام النجار معروف بذلك فقالت يا رسول الله ألا أجعل لك منبرا تقعد عليه فإن لي غلام النجار فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال إن شئتي وفي هذا فضيلة بناء المساجد وأن المسجد أساس منطلق منطلق للخير والدعوة ومنطلق لتفقد الناس بعضهم لبعض سواء فيما يتعلق بأحوالهم الدينية أو أحوالهم الدنيوية فلما وضع ذلك الغلام غلام تلك المرأة ذلك المنبر للنبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وأصبح يخطب عليه سمع النبي صلى الله عليه وسلم من الجذع الأول الذي كان يخطب عليه حنيناً وذلك أنه فقد خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وكان يضمه من أجل أن يسكنه فهذا ما يتعلق ببناء المسجد وكان هناك عدد من الوقاع التي وقعت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ومباشرة منها واقعة عبد الله بن سلام رضي الله عنه فإنه كان يخرف تمراً لأهله فلما سمع الحديث يتحدث به أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم وكان عبد الله من اليهود لم يكمل عمله في خرف النخيل وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتشرف أو استشرف بعض العلامات التي فيه وسأله بعض الأسئلة فكان من تلك الأسئلة التي سألها قال إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي ما هي هذه المسائل الثلاثة؟ قال ما أول أشراط الساعة؟ السؤال الثاني ما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ السؤال الثالث من أي شيء ينزع الولد إلى أبيه ومن أي شيء ينزع الولد إلى أخواله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن جبريل قد أخبرني بهن آنفة فقال عبد الله بن سلام جبريل؟ جبريل ذلك عدو اليهود من الملائكة قال تعالى من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك قال النبي صلى الله عليه وسلم أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت وأما الشبه في الولد فإن الرجل إذا غشي المرأة فسبق ماء الرجل ماء المرأة كان الشبه له وإذا سبق ماء المرأة ما الرجل كان الشبه لها فحينئذ أعلن عبد الله بن سلام رضي الله عنه إسلامه فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك محمد رسول الله وأنك جئت بالحق ثم قال عبد الله بن سلام وذلك استعدادا لما سيحصل من المستقبل قال يا رسول الله إن اليهود يقصد جماعة قوم بهت وإنهم إن يعلموا بإسلام قبل أن تسألهم يبهتوني عندك يعني يتكلمون فيه ويستنقصونني وقد علمت يهود أني سيدهم وابن سيدهم وأني أعلمهم وابن أعلمهم فادعهم فسألهم عني فدع النبي صلى الله عليه وسلم اليهود قال له ادعهم فسألهم عني قبل أن يعلموا بإسلامي فإنهم إن يعلموا أني قد أسلمت قالوا فيي ما ليس فيي من الأقاويل والأحاديث والصفات التي لا تصح ودخل عبد الله بن سلام البيت واستدعى النبي صلى الله عليه وسلم كبار اليهود فقال لهم معشر يهود ويلكم اتقوا الله فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أني رسول الله حقا وتعلمون أني جيتكم بالحق فقالوا ما نعلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم هذه الكلمة ثلاث مرات اتقوا الله فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أني رسول الله حقا وإني جيتكم بالحق لكنهم قالوا لا نعلمه ماذا حدث وما هو موقفه من عبد الله بن سلام إن شاء الله نعرضه بعد الفاصل حياكم الله بعد الفاصل وذكرت لكم أن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أسلم بعد أن سأل النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة لا يعلمها إلا نبي فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم وأن عبد الله بن سلام خشي من اليهود أن يبهتوه وأن يكذبوا فيه وأن يصفوه بما ليس فيه من الأوصاف القبيحة ولذلك قال يا رسول الله أدعوهم فسألهم عني قبل أن يعلموا بإسلامي فإنهم إن علموا بإسلامي بهتوني وقالوا فيي ما ليس فيي فسأل النبي فاستدعى النبي صلى الله عليه وسلم اليهود ودعاهم إلى أن يؤمنوا به وبما جاء به وقال اتقوا الله فوالله الذي لا إله إلا هو أني أعلم أنكم لتعلمون أني رسول الله الحق وأن ما جيتكم به الحق فقالوا ما نعلم ثم سألهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم أي رجل فيكم عبد الله بن سلام أي رجل فيكم عبد الله بن سلام حينئذ قالوا ذاك سيدنا وابن سألهم وابن سألهم وابن سألهم أخبرنا وابن أخبرنا وخيرنا وابن خيرنا وأفضلنا وابن أفضلنا خمس فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفرأيتم إن أسلم عبد الله بن سلام؟ قالوا حاشا لله ما كان ليسلم أعاذه الله حاشا لله ما كان ليسلم أعاذه الله حينئذ خرج عبد الله بن سلام رضي الله عنه عليهم وقال لهم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله فأعلنها أمامهم صريحة فما كان من أولئك اليهود إلا أن قدحوا فيه وسبوه وقالوا ذلك شرنا وابن شرنا ذلك أجهلنا وابن أجهلنا ولم يتركوا مقالة سوء إلا قالوها في عبد الله بن سلام حينئذ قال عبد الله بن سلام ذاك ما قلت يا رسول الله ذاك ما قلت يا رسول الله فانظر إلى مثل هذه المقالة التي حدثت منهم وانظر إلى مقالة عبد الله بن سلام رضي الله عنه وهكذا كان من شأن أهل المدينة أن تلقوا النبي صلى الله عليه وسلم بالحفاوة والترحاب وحينئذ كان منهم النصرة والتأييد لرسول الله صلى الله عليه وسلم أقبلوا يتعلمون منه الخير والهدى ويتعلمون شعائر دينهم ولذلك جاءت النصوص بالثناء على الأنصار وبيان فضائلهم والتعريف بمكانتهم ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم حب الأنصار من الإيمان حب الأنصار من الإيمان وبغض الأنصار نفاق وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالأنصار وبأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار يقول اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم فكانت مواقف عظيمة فيما بعد الهجرة من تلك المواقف ما حصل من إخاء الصحابة رضوان الله عليهم حين آخر النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين وبين الأنصار فأصبحوا إخوة يتعاضدون ويتعاونون على إقامة شعائر دينهم فكان ذلك من أسباب رضا الله عز وجل عن الأنصار وعن المهاجرين وضربوا لنا أروع الأمثلة في البذل في التضحية في التمسك بدينهم في إعانة بعضهم لبعضهم الآخر في بذل الأوقات في تعلم دينهم وفي القيام بشعائره فرضوان الله عن أولئك الصحابة وهكذا شأن المؤمن أن يترضى عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يعرف لهم فضلهم وسابقتهم في دين الله وقيامهم بنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذا وصف الله جل وعلا المؤمنين بأنهم يدعون لهم ويثنون عليهم كما في سورة الحشر فإن الله عز وجل لما ذكر المهاجرين وذكر الأنصار قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولي إخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رأوه الرحيم ولذا من شأن المؤمن أن يحب أولئك الصحابة وأن يثني عليهم وأن يذكر محاسنهم وأن يحاول أن يقتدي بهم في الخير ليرضي رب العزة والجلال بذلك فيكون ممن رضي الله عنه بارك الله فيكم ورضي الله عنكم وغفر لكم ذنوبكم ويسر لكم أموركم هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين